اقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حفلة تكريم العمال والرواد المتميزين حيث قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بتكريمهم تقديرا لجدارتهم وتميزهم في مختلف القطاعات الانتاجية وقد ألقى حميدان في مستهل الحفل كلمة نقل فيها تحيات جلالة الملك المفدة حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للعمال المكرمين واعتزاز جلالته بالأيد العاملة الوطنية التي كانت وما زالت المحرك الأساسي للتنمية الشاملة في مملكتنا الغالية لافتا إلى حرص جلالته رعاه الله دائما على الإعراب عن شكره وتقديره للقوى العاملة التي تميزت في البذل والعطاء والانتاج لأجل رفعة هذا الوطن الغالي وأشار حميدان إلى أن الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على رفع مستوى النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني واستثمار ذلك في خلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين وذلك من خلال وضع الخطط وابتكار السياسات التي تحبس استدامة نمو سوق العمل بإطلاق عدد من المبادرات هذا ولفت في هذا السياق إلى إطلاق مجلس الوزراء لخطة التعافي الاقتصادية التي حددت أولويات النهوض خلال المرحلة القادمة وفي مقدمتها خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل واستهداف توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 ألاف بحريني سنويا حتى العام 2024 وأكد سعادة الوزير أن هذه الخطة محاجأت بعد أن نجحت البحرين بجهود أبنائها من أصحاب العمل والعمال وجهات حكومية عديدة في تحقيق نتائج بارزة على صعيد الحد من التسريحات من العمل خلال الفترة الصعبة والنجاح في تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية والذي تمكن من تحقيق أهدافه المرسومة بتوظيف أكثر من 25 ألف بحريني خلال العام 2021 في منشآت القطاع الخاص تشرفنا صباح هذا اليوم بتكريم عددا من العمال المجدين والمتميزين والمدراء في الشركات القطاع الخاص وكذلك عددا من أصحاب العمل جريا على العادة التي تم العمل بها خلال الأعوام الماضية حيث يحرص جلالة الملك المفدى على أن لا تفوت فرصة الاحتفال بالأعياد الوطنية دون تكريم الأبناء والسواعد التي قدمت العطاء وقدمت التضحيات للاقتصاد في البحرين من العمال وأصحاب العمل الحقيقة بسبب الجائحة تم إقامة هذا الحافل بصورة رمزية مصغرة ومن خلالها قدمنا تحيات وتقدير القيادة الرشيدة للعمال وحرصهم على دعمهم باستمرار تحقيقا للسياسات التي تكفل فرص العمل الواعدة الممتازة وفرص الترقي في سوق العمل وكذلك الاستقرار في سوق العمل